السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرد هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة جدا وهنعرف خلالها الفرق بين الكولوفرين العادي والكولوفرين SR والكولوفرين D ويهي الكولوفرين A ويهي اهم استخدماتهم وجرعتهم ويالك لو انت لسه اول مرة تفرج علينا ما تنساش تتعاملنا تدور سلايك تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل على طول هنبتدي اول حاجة بالكولوفرين العادي والكولوفرين العادي بيحتوي على مادة فعالة واحدة وهي الميبيفيرين والمادة دي بتنزل بتركيز 135 ميلي جرام والمادة دي عبارة عن مضاد للتقلصات والمغص عن طريق انها بتهدي من تقلصات العطلات الملساء اللي موجودة في الأمعاء طب ايه هي بقى دواعي استعمال الكولوفرين العادي او ايه هي استخدامات الكولوفرين العادي اول حاجة بيستخدم للتخفيف من اعراض القولون العصر تاني حاجة بيستخدم برضه للتخفيف من تقلصات القولون وتقلصات المعدة تالت حاجة بيستخدم برضه لعلاج التهاب القولون العصبي بانواع بالاضافة بقى الى انه بيخفف من المعص الناتج عن اعراض القولون العصبي طب ايه هي بقى لأثار الجانبية للكولوفرين العادي او ايه هي اضرار الكولوفرين العادي اول حاجة ممكن يسبب اسهال او امساك وفي بعض الحلقات ممكن يسبب عصر في الهضم بالاضافة الى انه ممكن يسبب فقدان للشهية واخر حاجة انه ممكن يسبب صداع او دوخ واخد بالك ان العراض دي ممكن يظهر منها عراض او اثنين وممكن ما يصدش منها حاجة اصلا طب ايه هي موانئ استخدام الكولوفرين او مين هم الناس الممنوعين من استخدام الكولوفرين اول حاجة ممنوع وصفه للرجالة اللي بتعاني من تضخم في البروستات كمان ممنوع وصفه للناس اللي عندها حسسية من مادة الميبفرين عشان ما يعملهمش حسسية او حك واخد بالك كمان انه ممنوع وصفه للحوامل وكمان ممنوع على المرضعات لان حتى الان متوفرتش الابحاث الكافية اللي تثبت امانه خلينا بقى نروح لجرعة الكولوفرين العادي الجرعة اللي اتادية من الكولوفرين بتكون قرص كل 6 الى 8 ساعات يوميا ويفضل تكون قبل الاكل ربع ساعة الى نصف ساعة على الاقل واخد بالك ان الكولوفرين SR بيكون نفس التركيب بتاع الكولوفرين العادي يعني برضو بيحتوي على مادة الميبفرين لكن الفرق هنا ان الكولوفرين SR بينزل بتركيز 200 ميلي جرام بمعنى ان الكولوفرين SR قرعته بتكون قرص كل 12 ساعة يوميا قبل الاكل والكولوفرين العادي بيكون متوفر في الصدريات بسعر 36 جنيه للقلبة الوحدة المحتوي على 3 شرائط اما الكولوفرين SR بيكون متوفر بسعر 45 جنيه للقلبة الوحدة واخد بالك ان الكولوفرين بيكون نيبا داير بنفس المادة الفعال زي الكولوس بازمين فورت والدوزبيتالين والميبيفاك بس خد بالك من التركيزات عشان الجرعة بتختلف نيجي بقى للنوع التاني وهو الكولوفرين دي والكولوفرين دي بيحتوي على مادتين فعالين وهم الميبيفرين ودي بتنزل بتركيز 135 ميلي جرام ودي بتخفف من تقلصات القولون وتقلصات المادة تاني مادة وهي الديمسيكون ودي بتنزل بتركيز 40 ميلي جرام ودي مادة بتشتغل قطارة الجهازات وبتخفف من الانتفاخ طب ايه هي بقى دواعي استعمال الكولوفرين دي او ايه هي استخدامات الكولوفرين دي اول حاجة بيستخدم للتخفيف من اعراض القولون العصبي تاني حاجة بيستخدم في علاج المغص الناتج عن اعراض القولون العصبي وكمان بيخفف من انتفاخ البطن والجهازات الناتج عن القولون العصبي وممكن برضو يستخدم لعلاج التهابات القولون العصبي وكمان بيخفف من تقلصات القولون وتقلصات المادة واخر حاجة انه بيستخدم لعلاج انتفاخ البطن المصاحب للعمليات الكراحية طيب ايه هي بقى الاثار الجانبية للكولوفرين دي او ايه هي اضرار الكولوفرين دي تعتبر هي هي نفس الأقصار الجنبية الخاصة بالكولوفرين العادي يعني برضو ممكن يحصل له إسهال أو إمساك ممكن يحصل للشخص عسر في الهضم بالإضافة إلى أنه ممكن يسبب فقدان فيه الشهية وآخر حاجة أنه ممكن يسبب صلاع أو دخل وزي ما قلنا أن الأعراض دي مش شرط أنها تحصل طب إيه هي بقى موانئ على استخدام كولوفرين دي أو مين الناس الممنوعين من استخدامه يعتبر برضو هما نفس الناس الممنوعين من استخدام كولوفرين العادي يعني برضو ما ينفعش نصفه للرجال اللي عندها التضخم في البرستات وكمان ممنوع وصفه للناس اللي عندها حساسية من مكونات الدواء وبرضو يفضل عدم وصفه للحوامل والمرضعات نيجي بقى لجرعة كولوفرين دي أو إزاي نقدر نستخدمه الجرعة الهتادية بتكون أرس كل 6 إلى 8 ساعات يوميا ويفضل تكون قبل الأكل بربع ساعة إلى نص ساعة على الأقل واخد بالك أن الكولوفرين دي بيكون متعفر في الصدريات بسعر 51 جنيه للقلب الوحدة المحتوي على 3 رايت وكمان الكولوفرين دي ملوش بدايل بنفس المادة الفعال نيجي بقى لآخر صنف معنا وهو الكولوفرين A وكولوفرين A بيحتوي على مادتين فعالين ثم الميبيفرين ودي بتنزل بتركيز 135 ميلي جرام وزي ما قلنا أنه بيهدي من الترباط الجهاز الهضمي وبيخفف من أعراض القولون تاني مادة وهي الكولوردى يزيبه وزعيد ودي بتنزل بتركيز 5 ميلي جرام والمادة دي أصلا تعتبر علاج للألأ والتعطر وبتخفف من أعراض التعطرات العصبية طب إيه هي بقى دواعي استعمال الكولوفرين A أو إيه هي استخدامات الكولوفرين A أول حاجة بيخفف من أعراض القولون العصبي تاني حاجة بيخفف من تقلصات وطرابات المعدة والجهاز الهضمي وكمان بيخفف من التوتر العصبي وبردو بيقلل من الترباط الجهاز الهضمي المصاحب للتوتر والألأ وكمان بيخفف من التهابات القولون العصبي وآخر حاجة أنه بيخفف من تقلصات القولون وتقلصات المعدة نيجي بقى للأصار الجانبية للكولوفرين A أو إيه هي أضراره تعتبر برضو هي نفس الأعصار الجانبية الخاصة بالكولوفرين العادي يعني برضو ممكن يحصل له إسهال أو إمساك وبرضو ممكن يسبب عسر في الهضم وكمان ممكن يسبب فقتان للشهية وبرضو ممكن يسبب صداع أو دخ وخد بالك إن الكولوفرين A تحديدا ممكن يسبب تغييرات مزاجية للشخص اللي بيستخدمه طيب إيه هي بقى موانع استعمال الكولوفرين A أو مين الناس الممنوعة من استخدامه يعتبر برضو هم نفس الناس الممنوعة من استخدام الكولوفرين العادي يعني ما ينفعش في حالات تضخم البروستاتا وكمان ممنوع نوصفه للناس اللي عندها حساسية من مكونات الدواء عشان ما يسببش طفح جلدي وحكة وبرضو ممنوع وصفه للحوامل والمرضعات نيجي بقى لإيه هي جرعة الكولوفرين A الجرعة اللي أتادية للكولوفرين A بتكون أرس كل 8 ساعات يوميا قبل الأكل وخد بالك أن الكولوفرين A بيكون متأوفر في الصدريات بسعر 40 جنيه ونص للقلبة الوحدة المحتوية على 3 شرعات وكولوفرين A يعتبر ملوش بدائل بنفس المادة الفعالة وبكده نكون عرفنا الفرق بين الكولوفرين العادي وكولوفرين SR وكولوفرين D وكولوفرين A وعرفنا أهم التفاصيل الخاصة بها وأتمنى أنك لو استفدت من الحلقة دي أنك تشايرها لكل الناس عشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير جدا في النهاية سبحانك اللهم بحمدك أشدعا لا إله إلا أنت استغفرك وعتوب إليك والسلام عليكم